كمال بس عشان ننتقل يعني كده ده بالنسبة لبكرة خيقول كمان تخوف بعض الناس على بكرة انه بما ان الاهداف مختلفة تماما بالشكل ده يعني في مجموعة نازلة لمحاكمات العسكرية وكمان وتحرير على عبد الفتاح واخرين في ناس نازلة زي ما حداك قلت علشان تسليم السلطة لسلطة مدنية وفي طبعا النازلين رفضين وثيقة السلمي وفي ناس عايزة بس تعدل مدى تسعة وعشرة وفي ناس نازلة بدعين تخبيه وفي ناس نازلة في وصحة يعني انه مولده ولا ده عشان الحمص والترمس وكده ويوم جمع الصبح فبالتالي كل الفئات دي نازلة في يوم اللي هيحصل في الآخر وده تخوف ناس كبيرة ان النقطة كلها تروح للقوة الاسلامية لان هي الاعلى صوتا الاكثر عددا الاكثر تنظيما فبالتالي قصدي الاكثر عددا لحيث التنظيم يعني فبالتالي النقطة في الآخر كلها تروح في صالح التارات الاسلامية بس يعني مع احترامي محدش هيقدر يحقق حاجة في اليوم ده الا لو كانوا متوافقين عليه يعني لو العدد كله اللي في مدان التحرير كان متوافق على حاجة واحدة ديت الحاجة ديت ممكن تتحقق زي ما احنا كنا بندعو المليونات قبل كده وكان الطيار الديني بيهاجمنا وما بيرضاش ينزل معنا زي محاكمات الرموز السابق زي محاكمات حسن مبارك زي الحاجات دي كلها لما كان المدان حتى لو عدد قليل بس لما كان المدان متوافق على حاجة متواحد على حاجة تتحصل إنما دلوقتي لأن فيه تضضيات كتير جدا وفيه استغلال مدان التحرير واستغلال لمشاعر الناس كلها في اتجاهات مختلفة اعتقد ان لو اي حد في ايده سلطة هيقولك هالناس مش متفقى انا بشكركم شكرا جزيلا وعايزة كده ختاما انطباعي يعني ان كان انطباعيك عايز تقوله على الوثيقة عايز تقوله على بكرة عايز تقوله على السرعة الهيلة اللي احنا بنستخدمها يعني العالم كله عنده دستور وحنا كان عندنا دستور احنا بندفع ضريبة يعني عدم وضع الاولويات في مكانها الطبيعي فعشان نخرج من هذا المأزق احنا محتاجين فعلا توافق حول هذه الوثيقة احنا تقريبا نحقق ان نسبة 98% توافق حولها قاني الاوان انه يستجيب الدكتور عالي السلمي ويعدل سياقة نصر مادة 9 و 10 عشان نقفل باب بس فكرة ان الوثيقة عليها خلاف فيما يخص التظاهر انا اعتقد ان التظاهر حق كفالته الدستير كلها بس نبقى عندنا هدف واحد ومحدد وعليه اجماع وطني عشان ما يبقاش يستغل دايما التظاهر في انه يبعث رسالة سلبية للمجتمع صحيح تعليق حالي لك سيد محمد انا رأيي ان احنا علشان نحل الازمة بتاعت الدستور اولا لازم ناس كلها تتوافق على الوثيقة وانا لغاية اللحظة الحالية انا شايف ان الطيار الديني معانا هنا مع الوثيقة دي هو مش معترض على المبادئ نفسها مش معترض على النصوص نفسها الى حد كبير جدا لغاية النهاردة هم مش معترضين يعني هم قابدوا استعداد ان هم يقبالوا بوثيقة قابل تعديلات بتاعت الجيش بس ما تباش ملزمية طب ده ملوش لا يعني يعني انا رأيي ان هنا وصلنا في خطوة اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نكمل على الخطوة دي شوية محتاجين نقعد نتكلم في مدى الالزمية دي ومدى الالزمية بمعنى ان هو انا لو وقعت على الوثيقة دي ابقى ملتزم بيها ملتزم بالله انا وقعت عليه ده قدام الناس كلها وديه حاجة محتاجين نتكلم فيها ونتفق عليها محتاجين نتكلم قبل ما نبتدي نشكل اللجنة دي على معايير اختيار الميت شخص دول اللي هيحطوا دستور هيبقوا مزئولين على هم هيحطوا دستور لمصر تعيش عليه لمدة عشرات السنين تمام ديت نقطتين مهمين جدا اعتقد ان احنا متاجين نتوافق عليهم قبل الانتخابات وده عشان ما نقسمش الشارع اكتر ما هو مقصوم بس هي لو ببقيتش الزمية يباحنا ولا يباحنا من دل وقت برضو عالفاضي يعني احنا نتوافق بقى انا ما نتفقش هاي لو همش الزمية على الاقل مرزمة الاطراف للاجنة اللي هتحط الدستور يعني ما يجيش واحد بكرة الصبح هو بيحط الدستور او لما تيجي اللاجنة المية تقولك احنا دولة مثلا لا نحترم حريات الافراد لا 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 انا نوستقين ان اللاجنة هتلتزم يعني هتلتزم القوى السياسية الاول يعني يعني لو فيه كلام هنا وتعرض على الناس كلها وكلام ده بمنطوقه وبنصه حد رفضه يبقى هنا عارفنا مين اللي رافض المبادئ الأساسية للدولة المصرية صحيح يبقى ده كده خلاص ده تعرض طيب يعني عمتا احنا بالتوفير اللينا كلنا بقى يعني فترة اللي جاية استياس المعروف استاذ عصام شيحة والمحامي بالنقط شكرا جزيلا نورتنا يا فندم استاذ محمد عرفاط عضر هاي العليا بالحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي نورتنا وشكرا جزيلا على وقتكم مرسي على كل احوان نازلين بكرة او مش نازلين بكرة انا بطلب من كل واحد نازل بكرة يبقى عارف انه هو مؤثر يعني زي ما صوتنا كده امانة في الانتخابات ووجودنا بكرة في المظاهرة مؤثر ففكر كويس عايز تنزل ليه او مش عايز تنزل ليه ويريت ما ما يتمش استغلالنا باي شكل من الاشكال من اي قوة من القوة السياسية اي ان كانت خلصت حلتنا النهاردة صباح الفل ونهاركم سعيد